أفعال الولي مع الصبي على أقسام ثلاثة القسم الأول ما يفعله الصبي بنفسه ما يفعله الصبي بنفسه ويباشره بنفسه وهو الوقوف بعرفة المبيت في المزدريفة المبيت في ميناء فهذه لا بد أن يفعلها الصبي بنفسه ولا يصح أن يقوم الولي عنه أو ينوب عنه القسم الثاني ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره وهو رمي الجمار فيرمي عنه الجمار والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره وهو الطواف والسعي فيطوف به ويسأبه فتبين أن أفعال الولي بالنسبة للصبي على هذه الأقسام الثلاثة الأول ما تشترط مباشرته من الصبي وهو الوقوف بعرفة والمبيت في المزدريفة والمبيت في ميناء والثاني ما يفعله الولي من غير حضور الصبي وهو رمي الجمار والثالث ما يفعله الولي بحضور الصبي وهو الطواف فيطوف به ويسأبه نعم